على وقع جريمة اغتيال الاسير المحرر جبر القيق في قطاع غزة تتخوف مدينة رفح من الانجرار الى الثأر والفوضى فيما تتابع القوى الامنية تحقيق في الجريمة للقبض على القتلة جريمة بشعة تتعدى حدود الانسانية والمنطق صدم على اثرها كل من سمعوا نبأ اغتيال الاسير المحرر العقيد في السلطة الفلسطينية جبر القيق في رفح جنوبي القطاع نستنكر بشدة هذه الجريمة النكرة التي حدثت بحق احد المواطنين في مدينة رفح والتي كانت بشكل غريب حتى على مجتمعنا الفلسطيني نحن نحافظ على النسيج المجتمعي ونرفض اي جريمة لها علاقة بالثأر او الانتقام الكل سواسية تحت نظام القانون الفلسطيني والشرطة الفلسطينية تتابع عن كثب لالقاء القبض على المتهمين الرئيسين في هذه الجريمة رصاصة غدر تبعتها طعنات حقدة خطت لها على يد منفذيها الذين باتوا على غدرهم اكثر من ثلاثة عقود التبست فيها حدود الشخصي والوطني غير اسفين على فعلتهم التي اسقطت واحدا من رموز الوطنية والذي كان ينتمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعد ان كان قد قضى عشر اعوام اسيرا في سجون الاحتلال معروف عنه بانه مناظر صلب ومناظر منذ عومة اظهره ضد الاحتلال لهذا ما تم الفعل ضده بارتكاب هذه الجريمة البشعة مدان من كل القوى السياسية والمطالبة باتخاذ اجراء فوري عقابي ضد من ارتكب هذه الجريمة الجريمة التي هزت اوساط الشارع الغزي استقبلت بادانات شعبية وعشائرية رفضت ادخال القطاع في فوضى الاخذ بالثائر هذا مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن القبول ونحن في العشائر وفي الهيئة العليا لشؤون العشائر باعلى صوت نقول هذه فتنة ويجب ان توؤد وان نضرب بيد من حديد على كل من يريد ان يبرز هذه الظاهرة السيئة بيننا واذا ما برزت فسيكون وطني غابة وبلدي ستكون فيها المصائب والجرائم لا حسرا ولا عدلها يستمر البحث عن الجنات من قبل الامن في غزة الذي اكد قادته بان السياسة الداخلية لن تسمح بجر القطاع الى ساحة الانتقام والفوضى مشددين على ان القانون فقط ما سيكون له الكلمة الاخيرة رغم ان الملامح النهائية لحادثة اغتيال القيق لم تتضح بعد الا ان جميع الاطراف تتفق على ان القانون وحده ما سيضع حدا لهذه القضية منعك القناة رؤية غزة فلسطين